موسيقى برحب بحضراتكم مرة تانية معنا كبري طحية مصر محور رود الفرج أو محور طحية مصر الحقيقة يعني يرقى إلى أن نتكلم عنه ونقول أنه معجزة هنبسية وبيستحق عن جدارة أنه يكون فيه موسوعة جنس لأنه اتحدى أو وصل أو عدى أكبر الكباري أو المحاور اللي موجودة في العالم في كندا لكن إحنا النهاردة مش بس عايزين نتكلم عن مواصفاته قد إيه هو عبقري كبري أو محور فيه جزء ملجم فيه 12 كبري معلق الحقيقة يعني كلها تفاصيل تخلينا كده وقفين قدامه بانبهار لكن كمان ده هيفيد بإيه إحنا دايما لازم يكون لنا نظرة مستقبلية إحنا متكلم عن تنمية مستدامة لنا وأولادنا بنامتش مشروعات اللي هي لسنة وعشر وعشرين وبعد شوية نلاقي الكباري والطرق بتاعتنا والشبكة بتاعتها متهلكة ومحتاجة للصيانة زي محال حاجات كتير دلوقتي بدأت كمان الدولة تهتم بيها في إعادة صيانتها مرة تانية لكن هنشوف مردود إنشاء محور زي ده على مصر بتاعتني شرفني يكون ديفي دكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق والكباري بجامعة عين شمس أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك والمشاهد الكريم أهلا بك إشارة البدء كانت بالأمس سيحة رئيسة افتتح المحور الحقيقة يعني فكرة إنه كبري ملجم بتخلينا دايما نقول كبري رود الفرج كبري تحيا مصر كان موضوع بيرقى المستوى أكبر من كده بكتير صحيح فالفكرة الفكرة إن يكون عندنا محور بالحجم ده صحيح وطبعا الفكرة في البداية زي ما حق أشارتي ما هياش محدودة في كبري تحيا مصر وإن كان هو إعجاز هندسي بكل المقاييس إلا إن الفكرة كان هو محور تنمية حلقة من مجموعة محاور لربط البحر الأحمر بشمال غرب الجمهورية في منطقة الضبعة هذا المحور يشمل ثلاث أجزاء الجزء الأولاني بيبتدي من كورنيش النيل في منطقة رود الفرج عبورا للنيل بكبري تحيا مصر اللي هو أكبر كبري ملجم على مستوى العالم ثم يصل إلى منطقة الوراء المرحلة الثانية من منطقة الوراء إلى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي والجزء الثالث من محور رود الفرج من إسكندرية الصحراوي إلى منطقة الضبعة الهدف من إنشاء محور رود الفرج هو تدعيم التنمية المستدامة بكافة صورها يعني لما بنتكلم على استصلاح زراعي بنشوف الزراعات اللي على أحدث أسليب الزراعة من صوب زراعية في منطقة الضبعة على وعلى كمان المناطق الصحراوية اللي تم استصلاحها والري المحوري اللي موجود وطبعا كل ده لم يكن ليرى النور بدون ما يكون فيه محور لوصول الناس والمؤدات وإقامة مجتمعات مستقرة في هذه المناطق محور رود الفرج أتى ليغلق الحلقة زي ما قلت اللي هو ربط البحر الأحمر بشمال غرب الجمهورية أو البحر المتوسط في منطقة الضبعة طب إيه أهمية دون؟ كمحور نقل مهم جدا لتسهيل حركة البضائع والركاب من شرق الجمهورية إلى مناطق الساحل الشمالي أو شمال غرب الجمهورية في منطقة البحر المتوسط من خلال محور الجلالة أو محور الزعفرانة ثم محور الفنجاري ومحور رود الفرج أتى ليكمل هذه المنظومة الكبري تحيا مصر لو أخذنا معلومات بسيطة عنه حيث أشارتي أنه أكبر كبري ملجم في العالم كان اللي بيسبقه واخد الريكورد دوما في ملصورة جينيس كان كبري في كندا بعرض أو التساع 62.12 متر أتى كبري تحيا مصر ليتجاوز هذا التساع حيث وصل إلى 67.13 متر وبالتالي فهو أضخم أصرنا الرقم أصرنا الرقم المسجل في هذا الاتجاه لكن لأنا عايز أقوله أن لم يكن الهدف أن أعمل مشروع عشان أدخل موصورة جينيس ولم يكن الهدف من المشروع القومي للطرق أن المجتمع الدولي يقول أنه عندكم شبكة طرق كويسة نحن نبص أن نعمل تنمية مستدامة هذا الهدف الأساسي عايزين نعمل مجتمعات عمرانية جديدة العاصمة الإدارية جديدة المنصورة جديدة العالميني جديدة كتير من المدن الجديدة بير العبد الجديدة غيرها من المدن كان كل ده محتاج أن يكون في عندي شبكة مواصلات لأننا ما أقدرش أروح أعمر في الصحرة من غير ما يكون في وسيلة أننا أوصل لهذه المناطق فده كان الفكر بالإضافة إلى أننا عندي مشروع المليون ونصف الدان اللي سيادة الرئيس شرفنا بوضع حجر الأساس ليه في مدينة الفرفرة وحضر موسم الحصاد الأول للمحصول هناك في مدينة الفرفرة في محافظة الوادي الجديد وتوالت المناطق اللي تم استصلاحها على مستوى الجمهورية فعلشان أعمل استصلاح زراعي وأوصل لمناطق وأعمل أبار وأعمل زراعات يبقى لازم يكون عندي شبكة نقل هذه الشبكة تمثلت في المشروع القومي للطرق اللي أضاف سبعة ألاف كيلو متر طولي من طرق حرة وسريعة بأعلى معايير الجودة والمواصفات الهندسية لا تقل في جودتها وفي مواصفاتها الهندسية عن مسيلتها على مستوى العالم علاوة لأن التنمية بكافة صورها الأخرى لو بنتكلم على تنمية صناعية عايزة استغل صروات موجودة من مناطق مثلا فيها محاجر أو مناجم أو مصانع أقدر أن أنا أعمل استثمار داخلي وخارجي وده برضو هدف سامي جدا أن يبقى فيه عندي جذب الاستثمار عشان أوفر فرص عمل للأجيال الحالية والأجيال القادمة يبقى لابد أن أنا يكون فيه عندي بنية أساسية قوية أهمها شبكة النقل والطرق وبعدين الكهرباء والمية مهمة جدا عشان يبقى فيه عندي مجتمعات مستقرة وبالتالي كل عنصر أو كل محور تم افتتاحه في إطار المشروع القاومي للطرق لم يأتي وليدا للصدفة ولكن وفق الدراسات مستفيدة تمت لهذا الغراب ولا فلوس يا دكتور لأن يعني معلش خلينا يعني أشارت لنقاط عديدة ومهمة جدا تقول إحنا ليه لازم يكون عندنا شبكة طرق وكبير لكن برضو فيه العديد من الانتقادات الملايين والمليارات اللي بتتصرف على شبكة الطرق دعا قصور في الفهمة بزبط فعليك ممكن نستغلها في حاجة تانية ممكن الدولة تكون محتاجاها كنا بنعمل كده في العقود الماضية وكنا بنقدم مسكنات ويمكن القادة السياسية خدت على عطقها منذ فترة الولاية الأولى أن يكون في حلول جذرية للمشاكل طبعا لأن كان قبل كده بيتم حلول مسكنة والحلول المسكنة لم تعد مجدية إحنا كنا كتعداد سكان كنا سنة 86 48 مليون نسمة النهاردة في 2019 سكان الداخل 140 مليون يعني زدنا دولة تانية فوق الدولة أو شعب تاني فوق الشعب فما ينفعش أننا بقى محدود في المساحة اللي نعيش فيها احنا عايشين على 7% من مساحة جمهورية مصر العربية علشان يبقى في عدالة في توزيع الكسافات السكانية يصاحبها جودة في الحياة ونقصة في التلوث والزحام وغيرها من المشاكل الأخرى كان لابد أننا انتشر على مساحات أكبر عشان انتشر على مساحات أكبر يبقى لابد أن يكون عندي بنية أساسية بنية أساسية أهمها طبعا الطرق والكهرباء والمية والصرف وخلافه وبالتالي أخذت الدولة على عاطقها أن تقوم بهذا المشروع القومي اللي تصرف فيه مليارات لكن برضو هقف عند نقطة الصرف هنا لو كنا تأخرنا ويمكن فخامة الرئيس قالها في افتتاح محوى الروض الفرج ماذا لو كنا تأخرنا في البدء كممكن نصل لمرحلة أننا نعجز عن أننا نعمل اللي عملناه لأن التكلفة هتبقى بتزيد كل يوميا اللي اتدفع وبالتالي أنا المشروع اللي اتعامل النهاردة بمليار لما يقولوا لي لا ده هيبقى دلوقتي لو هتعمله بأربعة مليار ممكن أفكر أن أنا أقول لا ما فيش داعي منه أنا ما معيش اللي أربعة مليار ده يبرر الوقت القياسي طبعا اختصار الوقت اللي تم لأن كل ما بختصر الوقت ودي معروفة في إدارة المشروعات أن كل ما بختصر الوقت كل ما بقلل التكلفة بقلل التكلفة بتاعت المشروع لما بختصر الوقت بس لا يأتي ذلك على حساب الجودة ومعايير التنفيذ السليمة وأعتقد أن هناك أكثر من جهة بتقوم برقابة الجودة والتأكد من المعايير الهندسية اللي بيتم بها أي عمل فما يحدث على أرض مصر هو فخر لكل المصريين ليس فقط في مجال الطرق عشان ما نحكمش الموضوع بس في دوان صناعة النقل أو عايز أقول الاستثمار في مجال النقل تم فيه مجموعة من الحلول الجذرية إحنا عندنا الدولة بتشتغل على تطوير مرفق زي السك الحديد وعندنا كمان النقل النهري بيتم برضو حلول لاستخدامه فيه على الأقل فيه أنظمة النقل الجماعي ليس فقط في مجال النزهة ولكن يبقى فيه خطوط نهرية مستمرة بموعيد منتظمة وده هيقلل الضغط على خطوط النقل العام الموجودة فإذا منظومة تطوير المواني البحرية والأرصفة متعددة لاستخدامات وخصوصا مع ربنا حبانا بأبار الغاز أو حقول الغاز الطبيعي فلابد أن يكون عندي برضو تطوير للبنية الأساسية نهيكي بقى على أن دخول مصر كمان في منظومة طريق الحرير وكان سيادة الرئيس في الصين بيحضر المؤتمر الأخير اللي كان بيضم عدد من الدول ومصر عنصر حيوي في هذا المجال فلابد أن أنا أأهل البنية الأساسية بتاعتي علشان يكون عنصر في التجارة الدولية وأقدر أن أنا أستفيد والمواطن من مصر يستفيد والاقتصاد بتاعنا يستفيد فإذا اللي عايزة أوصله أن من يتحدث انتقاضا على أننا المليارات اللي اتصرفت هعمل بيها إيه ده هو مش آري الموقف بشكل جيد يعني في بعض الأماكن كان لازم أننا أعمل فيها مشروعات تنمية لو اتكلمنا على إقليم سينة ويمكن كان من فترة قصيرة فخامة الرئيس كان بيفتتح الأنفاء وأنفاء شمال إسماعيلية وجنوب بورسعيد دي أنصر مش عايزة أقول تنمية فقط لكن تنمية وبعد أمن قومي لأن النهاردة إحنا عندنا الحمد لله تعالى أوشكنا على إنهاء تطهير هذه البقعة الغالية على كل مصري من الإرهاب الأسود ما هو الضامن لبقاء هذه البقعة خالية من الإرهاب التعمير والتنمية بدون ذلك هترجع البقر لأن خلي بالك الإرهاب بيبتعد عن أي مكان فيه عمران فيه تنمية بس الفكرة ما يقولش بقى أنه كبري السلام كان كفاية نفق شهيد أحمد حمدي كان كفاية ما هو اللي بيقول كده هو قعد على الميديا لكن ما رحش هناك يعني أنا بستخدم نفق الشهيد أحمد حمدي وأنا ليه مشروع يعني الحمد لله أنا بشتغل مع الجهات القائمة على تنفيذ المشروع القومي للطرق الهيئة الهندسية القوات المسلحة لهم منا كل التحية والإجلال ووزارة النقل ووزارة الإسكان حضرتك لما تروح تستخدمي نفق الشهيد أحمد حمدي وتلاقي هو عبارة عن نفق مكوم من مصارين للمرور مصار للزهاب ومصار للإياب إذا حصل صدفة أن العربية عطلت أنا صدفتني دي أن أعدت أربع ساعات على ما جم بعته وينش عشان يشد العربية تلاها برة وهذا الوقت المهضور علشان الناس تنتظر غير كافي وخصوصا مع وجود طريق يوم موسى شرم الشيخ هو الطريق الجديد اللي تم الانتهاء منه مكوم من ثلاث حرارة لربط جنوب سينة ببقي محافظات الجمهورية نفق الشهيد أحمد حمدي أصبح وانه زجاجة أصبح غير كافي لحجم المرور المتوقع ومروره في هذه المنطقة منطقة طريق زي دا يكون دا النفق الوحيد الموجود فبالتالي هناك يمكن فخامة الرئيس أشار انتهاء الأربع أنفاء اللي هم شمال اسمالية وجنوب بروسعيد فيه شركة من الشركات الوطنية راح تكمل أو تعمل النفق الخامس اللي هو ازدواج نفق الشهيد أحمد حمدي يبقى أنا هشغل نفق الشهيد أحمد حمدي اتجاه واحد من مصارين وهاخد النفق الجديد اللي جاري إنشاءه حاليا علشان أشغاله الاتجاه الآخر فإذا هناك مشروعات مشروعات البنية الأساسية بتتكلف مليارات على مستوى العالم لكن احنا خدنا الوقت المناسب أولا احنا بدأنا فيها في مرحلة قبل ما يتم تعويم الجنيه وبالتالي استفدنا من أن كان عندي فرصة أننا أنشئ جزء كبير منها قبل ما الأسعار تزيد الجزئية الأخرى أن على مستوى العالم من تجارب دول أخرى مر بنفس المراحل اللي مر بها الاقتصاد المصري أننا لازم مشروعات البنية الأساسية كسيفة العمالة فأنا لما اشتغلت في بنية أساسية في فترة الاقتصاد ما كان فيه مشاكل في مصر أنا شغلت عدد كبير من الناس فقللت البطالة فوفرت فرص عمل لناس وبالتالي هذه المشروعات لها جدوى في أنها تتوفر مناخ آمن للاستثمار وجيد علشان المستثمر الداخلي والخارجي المستثمر الخارجي مش هيجي إلا لما يلاقي المستثمر الداخلي يشتغل لأن اللي بيجي من بره بيبقى دارس الموقف كويس قوي وبيشوف هل الاستثمار الداخلي جيد والمستثمر الداخلي شغال ولا لأ من غير كده مش هيدخل في مجال السكة الحديد على سبيل المثال معلش أنا بدي مقتطفات من كل بستان زهرة يعني لما تغير قانونه السكة الحديد وصمح للقطاع الخاص في الدخول في شراكة مع هيئة السكة الحديد عشان تطوير هذا المرفق ده برضو استثمار في مجال النقل في قطاع السكة الحديد حتى لا يكون الاعتماد كلية على النقل البري لأننا لما حسن نقل البضائع في السكة الحديد هيبقى عندي فرصة أننا أقل الاعتماد على النقل البري فأقل الحمولات الزيادة اللي موجودة على الطرق وأقل الحوادث وتهالك الطرق برافو عليك لأن نتيجة الحمولات الزيادة فيبقى عندي بدل ما يكون فيه وسيلة واحدة لنقل البضائع يبقى عندي 2 و 3 و 4 وبالتالي يبقى نقدر أن نحن يبقى عندنا صناعة نقل كويسة هذه الصناعة لها مرضوط كبير في التنمية المستدامة بكافة صورها وده مش كلام إنشاء النهاردة علشان نعمل مجتمعات جديدة محتاجة طرق لما بني نعمل أي منطقة جديدة أول حاجة بيبدأوا بيها إيه؟ الطرق وبعدين يعملوا المياه، يعملوا الكهرباء، يعملوا الصرف الصحي وبعد كدت تطلع المباني وخلينا دكتور نفتكر من سنوات أي مدينة جديدة كانت بتتعمل وبعدين نفضل نعدي عليها لسنين طويلة نلاقي المباني ما فيهاش حد ولما تسأل أي حد من الشباب أو حتى اللي اشترى فيها يقولك حتى مطوعة هروح إزاي فيش خدمات مفيش أهب الزك وأولها الطرق هنه هروح فاجه إزاي في المواصلات وكل ناس معها عربية لم يعود هذا الكلام فيما يتم إنشاؤه من مدن جديدة اللي هي بتعتبر الجيل الجديد من المدن اللي هي بيسموها السمارت سيتز اللي منع العاصمة الإدارية جديدة لم يعود ما تتحدثين عنه موجود وبيوفر أدوات الجذب يعني النهاردة لما ييجي في العاصمة الإدارية الجديدة ويقوله في نهاية 19 بداية 20 هننقل الوزارات طب ما أنا بعمل كده عنصر جذب إن الناس تتشجع إنها تروح هناك لما نربطها بالمونوريل ونعمل القطار المقهرب ونعمل القطار اللي هيربط العالمين بالعاصمة الإدارية الجديدة بعين السخنة يبقى في الحالة دي أنا بوفر وسائل المواصلات عشان اللي متخوف أنه هو هيروح مشوار ويرجع أو ازاي يروح شغله ازاي فبالتالي موجودة إذا ما كانش هيسكن هناك فوسائل النقل والمواصلات موجودة علشان تروح هناك وده اللي هيخلي يحصل شيء من الخلخلة للكسفات السكانية علشان ننتشر على مساحة عادلة فيبقى فيه جودة في الحياة ويستفيد المواطن بأنه يلاقي فرص عمل ما هو النهاردة حالك فيه كتير من المحافظات لو اتكلمنا على صعيد مصر على سبيل المثال هي كان فيه محافظات طاردة للسكان نتيجة أنه ما فيهش فرص عمل لما سيادة الرئيس وجه بإنشاء المحاور العرضية في صعيد مصر اللي هي تربط شرق النيل بغربه هتلاقي أنه فيه عندك ظهير صحراوي في كل محافظة أصبح دلوقتي فيه فرص للتنمية علشان الناس تنتشر انتشار أفقي بدل من هذه المحافظات تصدر عمالة وتبقى طاردة للسكان والناس بتيجي كلهم للقاهرة بعد بحثا عن فرصة عمل وأكل عيش يبقى هو عنده فرصة لاستثمار هناك وبدأ يبقى فيه مصانع عندي فيه مناطق الصعيد وبالتالي يبقى فيه يعني عايز أقول أهالي هذه المحافظات يجدوا فرصة العمل دون الحاجة إلى الاغتراب ينموا محافظاتهم بدل ما هي محافظات تعتبر أو تصنف أنها محافظات فقيرة يبقى فيه فرصة للتنمية فيه محافظات من محافظات الصعيد سعر متر الأرض فيها أغلى من القاهرة ليه؟ لأنه مفيش مساحة فالنهاردة لما يبقى فيه ظهير صحراوي لما نعمل المحاور العرضية زي بني مزار البويتي وزي ديروت الفرفرة أنا أبدي فرصة للناس أنها تنتشر في الاتجاه العرضي سواء في الغرب أو في الشرق وبالتالي دي تنمية موجودة هذه التنمية لها مرضوض واللي مش مصدق الكلام ده وينزل يشوف مفيش داعي إحنا نتكلم على أن ليه إحنا صرفنا فلوس لا يوجد عايزة أقول يعني إيه أي استثمار صرف في مشروع دون ما يكون له دراسة جدوى حياة دكتور سداني حتى صغار المستثمرين اللي بدأوا دلوقتي ابتدوا يشوفوا بنظرة مختلفة عن الأول يمكن قبلها هم قاعدين كده وراء الشاشات ما كانوش ريفين اللي إحنا بنقوله لمجرد أنه بدأ مشروع صغير جدا بدأ يشوف اللي إحنا بنتكلم فيه حداك أشرت قد إيه المشروعات الجديدة دي وإحنا تحديدا بنتكلم على الطرق الكباري قتاحت فرص عمل كتير من الشباب في فترة كان الاقتصاد فيها فعونك زجاجة وكان فيه بطالة عالية اعتماد المشروعات دي على أنها تكون بأيدي مصرية خالصة دي نقطة برضو يعني نفرد لها مساحة لأن مثلا محور زي روض الفرج وتحديدا كبري تحيا مصر قامت بتنفيذه شركة مقاولات مصرية بعمالة مصرية اشتغل في هذا الكبري أربع تلاف مهندس وفني وعامل بنظام الورديات ما كانش فيه أي أجازات خالص يمكن يعني بعض المعلومات الأساسية قالها رئيس الشركة المنفذة على الهواء مباشرة أن هذا العمل يمثل 110% من كامل كبري أكتوبر اللي تم إنشاءه على 17 سنة في حين أن هذا الكبري أنشئ في 3 سنين ونص أو ما يقارب من 4 سنوات فهنا بتشوفي الانضغاط في الفترة الزمنية قد إيه علاوة على أن العمل في هذا الكبري كمان شباب المهندسين وشباب الفنيين أسقلت خبراتهم وخدوا دورات تدريبية في جهات خارج مصر لكن لا يوجد خبرات أجنبية هي اللي اشتغلت هي عمالة مصرية ابتكرت وأبدعت وبدأت تجد حلول لمشاكل إزاي الأجزاء الخرصانية والمعدنية السقيلة اللي بتصل وزنها الـ 180 و 200 طن إزاي تترفع وتتحطى في مكانها إزاي الأوناش اللي رفعت هذا الكلام استخدم فيه ما يقارب من مليون طن مليون متر مكعب من الخرصانة المسلحة مليون متر مكعب من الخرصانة المسلحة فهذا الكلام البايلونز أو الطاورز اللي شايله هو متشال على 3 أبراج من كل جانب اتفاع 90 متر فوق منسوب الأرض على وعلى فتحة ملاحية على المجرى الملاحي لنهر النيل بعرض 300 متر وارتفاع 18 متر فوق منسوب المياه ده بيدي فرصة لأن الوحدات النهرية تعدي دون قيود المراكب النهرية أو إذا كان إن شاء الله إحنا عايزين برضو نصحي صناعة نقل البضاقة في مجرى النيل باعتبره صديق للبيئة وباعتبره أنه أقل كلفة يبقى في الحالة دي أنا عندي فرصة أن أي وحدة نهرية أو أي مركب عائم أو خلافه يقدر يعدي بدون أي ما يكون فيه قيود على الارتفاع أو العروض أو خلافه كل هذه الأشياء بالإضافة إلى العنصر برضو الجمالي وعايز أقول البيئي لما نوفر ممشا على جانبي هذا الكبري ويمكن ظهر المواطن فيه على اليوتيوب موجود فيديوهات ليه بجزء زجاجي يبقى أنا ماشي على الممشا ده كمواطن حتى أهالي المنطقة أو المصريين اللي هو ما عندوش فرصة أنه يروح مثلا مكاني يفسح ولاده ده أنا لو مشيت الممشا الزجاجي ده أو الممشا ده بتمتع بمنظر النيل وبالخضرة اللي موجودة بالإضافة لأن الكبري معمول مكوم من حوالي خمس لست حارات مرورية لكل اتجاه ده معناها أن التوسعات المستقبلية مأخوذة في الأعتبار مش هاجي بعد سنتين ثلاثة أقول يا ريتنا كنا عملناه أوسع شوية كل ده مأخوذ بدراسات مرورية وأحجام مرور بالإضافة إلى أنه بقى ليه تأثير إيجابي على الزحام المروري اللي موجود يعني كل من هو قادم من مناطق شرق القاهرة يستطيع أن نستهدم محور الفنجري وصولا إلى رود الفرج في منطقة كورنيش النيل ومن سمى كبري تحية مصر عبورا للنيل يقلل لي الحمولات والكسفات على الطريق الدائري اللي احنا بنشوفه في معظم ساعات اليوم مختنق على وعلى محور 26 يوليو برضو هيبقى فيه تخفيف للحمولات والكسفات المرورية كل هذه حلول يعني عايز أقول لا يراها ولا يعني يشعر بها إلا من يعني يستخدم هذه الشبكة إنما اللي قاعد في بيتهم بقى بيقولك احنا صرفنا مليارات ليه وعملنا ليه طب إيه الحل إيه البديل اللي كان عنده يعني من ينتقد فنتمنى أنه يكون عنده بديل يقول لنا إزاي كنا هنحسن شبكة البنية الأساسية اللي أهملت على مدار عقود من الزمن وكان لابد من حلول علشان تتواكب مع الزيادة السكانية اللي شرحت لحضراتك بشكل سريع وعلى فكرة الزيادة السكانية ده مش موضوح حلقتنا لكن هي بتأكل الاستثمارات إذا استمرنا بهذا الكلام لأن لابد أن يكون في عندي في تنمية طبعا التنمية موجودة لكن برضو معدلات الزيادة السكانية محتاجة برضو شيء من الانضباط علشان يبقى في عندي تواؤم علشان الناس تشعر تشعر أن في جديد يعني طيب أنا عايز أخد من حضرتك دلوقتي رسالة إحنا هنحلم بإيه إحنا بقى عندنا كبري محور من أكبر المحاور عالميا إحنا بنحلم بإيه تاني يعني المصريين نفسهم إنهم يشوفوا كل الكباري كل الطرق بنفس الكفاءة والجودة والرقيدة نفسهم يشوفوا سكة حديد مختلفة من القطرات اللي بنتفرج عليها في تليفزيون في دول العالم ليه ما يبقاش عندنا كده نحلم بدأ نحلم طبعا وأعتقد أن القيادة السياسية بتولي تطوير مرفق النقل بشكل عام والسكة الحديد بشكل خاص أولوية كبيرة وهناك متابعة يعني دقوبة عن ما يتم في تطوير هذا المرفق المرفق دعانا من إهمال يعني مشاكل فنية وإدارية على مدار عقود من الزمن وأصبح على شفى الإنهيار نتيجة عدم التجديد والإحلال نتيجة وجود عمالة يعني عايزة إعادة هيكلة وتطوير في الفكر اللي بيضار بيه هذا المرفق نستطيع أن نحن نوفر وسيلة مواصلات أمنة تخلي نشعر أن المواطن يعني لما يجي سافر يقول أنا هسافر بالسكة الحديد ومش هستخدم عربيتي لو كان عنده عربية أو المواطن اللي ما عندهوش عربية يبقى مسافره هو بالسكة الحديد وهو مآمن على نفسه وعلى أسرته وهو مسافر بهذا مرحق نقل يعني يسبب فده لما يحصل احنا بنحلم به بس لابد من خطوات ولن يأتي بين عشيات وضحاها لكن هناك يعني خطوات وإجراءات ماشية فيها الدولة منها تطوير البنية الأساسية أو البنية التحتية للسكة الحديدة أو الرولستوك علاوة على استرات جرارات وعربات لنقل الركاب ونقل البضاعة ونتمنى إن شاء الله قطاع نقل البضاعة في أي سكة حديدة على مستوى العالم هو اللي بيصرف على المرفق لأن نقل البضاعة مش مدعوم وبالتالي نستطيع أن نطور به بقي المرفق إن شاء الله دكتور حسن مهدي أساس هندسة الطرق والكبار بجامعة عين شمس نوار تاني شكرا لوجود حضرتك شكرا لسعاتك شكرا جزيلا لحضرتك وشكر حضرتك جدا على حسن نبوعد ومتابعاتك لنا في حلقة النهاردة نتقابل معيك وفي حلقة جديدة في النور وتصبحوا على ألف خير شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة